ازمات كتير بتواجه المصريين مشكلات كتير واحنا دايما بنقول ان ابرز المشكلات اللي بتواجه المصريين وان احنا بنتلم عنها وبنفرد لها مساحة في بردمجنا هي مشكلة اكل العيش المام الحالة الاقتصادية اللي بتضرب مصر هي الحالة الاقتصادية قويسة يبقى المواطن قويس مبسوط يعني فرحان الحالة الاقتصادية مش قويسة يبقى المواطن مهموم مغموم زعلان مصر فيها كتير من المشاكل والازمات هتيجي تقول ما هي فيها كمان رفاهية وحاجات جميلة وكويسة هقول لك ماشي خليني اقول لك كده سريعا قبل ما ادخل فيه التفاصيل في حلقة وملفات النهار قرأت انا مجموعة من الاخبار السريعة من شوية وكان فيها خبر مثلا موقف عنده شوية وهو الخبر رقم اثنين اللي انا قلته سرك الدواجن قبرى بتطرح سيارتها للبيع بالمزاد العلني وده اثار شكوك حول سعي هذه الشركة للتصفية بعد ارتفاع اسعار الاعلاف وتدهور صناعة الدواجن صناعة الدواجن يا جماعة اللي بقى عندنا فيها مشكلة وازمة ويمكن او انشئت فقل وكارثة كبيرة جدا هذه الصناعة اللي بيتضرر مما هي فيه الان كثير من الاسر تقريبا 200 اتنين مليون اسرة اللي تساوي تقريبا خمسة مليون بني ادم الاسرة بالعائلة بالناس خمسة مليون بني ادم بطاقتات من هذه الصناعة فالصناعة تقف والكاتاكيد بتعدم والشركات بتتصفى والضيوف اللي كانوا يدخلوا معنا كثيرا في موضوع الدواجن ده يقولك احنا قفلنا خلاص حتى مش بتجيب تمانها المصانع او المزارع مش موضوعها بتجيب تمانها لا ده القصة اكبر من كده بكتير دي قفلت ابوابها وتسراحت العمالة وكثير من العمالة والمصريين تضرروا بسبب مشكلة الدواجن ماشي خبر تاني من الاخبار اللي تكلمنا عنه والاخبار والخبر الحقيقة خبر مهم وهو تصريح لنقيب المحامين عبد الحديم علام اللي بيؤكد ده خبر مهم بيؤكد رفض النقابة لمنظومة الفاتورة الالكترونية وبيقول ان المحاماة رسالة سامية ولا يمكن ان تتحول الى سلعة والنقابة متمسكة بالرفض فعلا بقى كده عبد الحليم علام ده نقيب المحامين اللي انتخف من حوالي شهرين بيؤكد رفض النقابة لمنظومة الفاتورة الالكترونية عبد الحليم علام بالمناسبة نعرف عبد الحليم علام كويس كان نقيب المحامين باسكندرية وكان يعني يعني هنقول من اتباع او المقربين من نظام مبارك في وقتها وكان بينزل انتخابات كثيرة لكن خلينا اقول لك بعيد عن المواقف السابقة عايز اقول ان ايه القصة وانا جاي بالخبر ده ليه ومهتم ان انا علق عليه عشان اقول ان ضغط المحامين النقابة والنقيب لم يتحدثوا في الايام الاولى تقريبا قعدوا يسبوع كده لحد ما بدأوا يتكلموا وحصل ضغط عليهم يعني الضغط بيخلي الناس تنطق وتتكلم وتقول كل اللي عنده لكن لو ما فيش ضغط يعني المحامين ما طلقوش وقفوا في الشوارع قدام النقابات وقالوا جميعا مش راجئين ولما طلع وزير المالية قال احنا خلاص هنحل المشكلة وحنأجل الموضوع فقالوا لا مش هنأجل الموضوع احنا هنلغي الموضوع فالموضوع بقى في القضاء فالنقيب والنقابة حاسوا ان عليهم دور لازم يعملوه فبيؤكد عبد الحليم علام رفض النقابة لمنظومة الفاتورة الالكترونية وبيقول ان المحاماة رسالة سامية ولا يمكن ان تتحول او تغضع الى سلعة والنقابة متمسكة بالرفض نتمنى ان تتمسك النقابة بالرفض ونتمنى ان تتمسك كل النقابات بالرفض ونتمنى من هذه الفئات المحامين والاطباء والصياد الله الموانسين ان يتمسكوا بالضغط لان الضغط بيجيب نتيجة دائما نروح بقى لاخبارنا نروح لاخبارنا الرز هو في رز في السوق اللى ما فيش رز رز موجود ولا رز اختفى الرز من السلع اللى موجودة على كل المواقف الاسرة المصرية فيش يوم بيعدي غير لما ناكل رز ومصر عملت من الرز حاجات كتير عملت عدس وكشري وقصص فبقى الرز وجبة من الوجبات المهمة في مصر طيب الحكومة في مصر في ازمة في الموضوع الرز ده بتعمل ايه بتاكيل بالمكالية رفعت الدعم عن الفلاح في المية وقهربة والاسمدة وعطته حرية في التسوق والتسويق والزراع وقلغت التوريد الاجباري للمحاصيل الزراعي حكومة يعني متورطش توريد اجباري لكن في ازمة طيب الحكومة حدرت توريد اجباري للمحصول بواقع طن عن كل فدان بقيمة 6850 جنيه والفدان بيزرع من 3.5 الاربعة طن والفلاحين مش عاجبهم الموضوع عدد من تجار الرز في السوق قالوا ان الفلاحين عازفين عن توريد محصول الرز للاعتراضهم على الاسعار المعلنة فالفلاحين كمان مش عاوزين طيب ايه موضوع التسعيل الاجباري ده نمر واحد وده سؤال مهم جدا التسعيل الاجباري ايه موضوعه وهل التسعيل الاجباري ده مفيد ولا مش مفيد هنسأل هذا السؤال بعد شوي طيب الحكومة الوزارة المعنية المسؤولين عن هذا الملف عملوا ايه في موضوع الرز والفلاح المفروض يعمل ايه وبقت يا جماعة مشكلتنا مش مشكلة واحدة عدد كبير من المشاكل يعني بمعنى ايه بمعنى ان هو احنا هنلاقيها منين ولا منين هي المشكلة فين ولا فين المشكلة في الرز ولا المشكلة في حاجات تانية كتير وفي سلع تانية كتير المشكلة ان المصريين بقوا مش عارفين يجيبوها ازاي ولا يلاقوها منين طيب هو موضوع الرز ده هيستمر دلوقتي التصراحات كتير بتقول ان احنا الحمد لله حلنا الموضوع والدنيا بقت كويسة والعرض بقى بيساوي الطلب ولو في مشكلة بقت مشكلة المحتكرين واصحاب الاماكن اللي بيتم تخزين فيها هذا المحصول فيقوموا باحتقاره وكأن الازمة اصبحت ازمة التجار اللي بيسمون بنقصين المحتكرين وليست ازمة نظام او سياسة فاشلة او مش فاشلة هي المتسببة في هذا الشكل اللي احنا شايفينه وفي هذه النتيجة اللي احنا وصلنا الله هي السياسة اللي بتتعامل مع الفلاح بهذا المنطق واي حاجة يقولك محتكرين اشتركوا في القناة